منصب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة فيها إشارة إيجابية وزيارته كزيارة ليلية مفاجأة إلى أحد المستشفيات في بغداد أيضا إشارة إيجابية للاهتمام بهذا القطاع المهم الذي يقدم الخدمات للمواطنين ولكن حقيقة هذه الزيارات لن تجدي نفعا كثيرا لأن اليوم نحتاج إلى ثورة في القطاع الصحي القطاع الصحي في العراق والنظام الصحي في العراق نظام متهالك بائس لا يمكن إنقاذه بزيارات أو حتى بزيادة التمويل إنقاذ النظام الصحي يكون بثورة من التشريعات القانونية بإجراءات تنفيذية جريئة من الحكومة أولها تغيير الكثير من القوانين وتغيير النظام الصحي من نظام اشتراكي إلى نظام تكامل بين القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص ولكن ما نراه منذ عقود من السنوات نظام اشتراكي يجب أن تقدم الدول كل حزم الخدمات الصحية بشكل مجاني إلى المواطن وهذا لا يوجد في أي دولة في العالم هس لو تجي أنت اتقارن مستوى ما مقدم كتمويل من الموازنة العامة الاتحادية لوزارة الصحة هو لا يتجاوز الخمسة مليار دولار إذا حسبت لكل مواطن بأخصى حالاته سيكون 100 إلى 125 دولار لكل مواطن طيلة السنة وهذه تدفعك نفقات رواتب نفقات تشغيلية صيانة الأبنية والكثير من المور يعني الشيء الغير واضح أثناء زيارة سأل عن إعاشة المرضى والكل يعلم بأن إعاشة المرضى متوقفة منذ سنوات يعني مو السنة ولا السنة الماضية ولا حتى قبل ثلاث سنوات متوقفة منذ زمن طويل إعاشة المرضى في المستشفيات الحكومية وحتى إعاشة الأطباء في الفترة الماضية كان فيها خلل كبير جدا لعدم توفر الأموال وللعلم كل العمليات الباردة تم يقافها في أغلب مديريات الصحف المحافظات لعدم وجود التمويل